ما العقل مهم؟ العاطفة كمان مهمة يعني في مشكلة حصلت ما بينهم الراجل بيبقى شايف انه ما ينفعش يتنازل او يغير رأيه والستة بتبقى شايفة ان هي لها حق او ان هو اللي غلطان فحقها ومزعلها فعايزاه هو اللي يبدأ يصالحها ويتكلم معاها الحتة دي بقى كل واحد وعايزاي صالحة اصلا بيبغد النظر عن اين اللي حصل حتى لو هي غلطان ايوة ما هي عاطفية ما هو ده مش منطقي خلال ليه مش منطقي الستة عاطفية باقل كلمة حتى لو هي غلطانة وانت بدأت معاها بخطوة وصالحتها قلت لها كلمة كويسة مع الوقت هي تحس اصلا بالزم مش بعيد ان انت بعد ما تعمل ده هتيجي تعتذرلك حتى لو مش غلطة اقولك انا على حاجة اقولك على حاجة على ايها حيك احنا اصلا بشوف ان احنا عشان نقدر ان احنا نتواصل ونفهم بعض احنا محتاجين نعرف تركيبة الدماغ كل واحد فينا اين فانا هديكي شوية النهاردة من الاسرار بتاعتنا من الكاتالوج بتاعتنا انتي تخيالي معايا كده ان دماغ الراجل دي هي الدماغ كده اعبار عن ايه جواها شوية سنديق صغير فيه صندوق للشغل فيه صندوق للأولاد فيه صندوق لمراته فيه صندوق للفلوس فيه صندوق للكل حاجة لها صندوق خاص بيها فالنهاردة انا عندي صندوق مثلا الشغل فطالما طلعت صندوق الشغل ده وتفتح فانا بطلعه بعيدا عن السنديق الثانية دي خالص وببدأ انا بمركز في الحاجة دي خلصتها بقى في الصندوق ده ويرجع في مكانه من غير ما يلمس حاجة انتو بتركزوا في حاجة واحدة بس ده مش معنى ان احنا بنركز في حاجة واحدة بس برضه لا خالص بدليل ان تلاقي الراجل بيعمل حاجة واثنين وثلاثة بس بشكل متتابع بس بشكل متتابع بصي اسمع الكلام الاخر عشان نفهم الدماغ طريقة التفكير ماشي ازاي فانا دلوقتي اللي بيحصل ايه اللي بيعمل ساعات الفجوة بابنه مش مش مسألت بقى فجوة اللي بيحصل انا بفكر بالطريقة دي فانتي تيجي مثلا بتكلمي زاي بالمثال اللي كنت بتقوليه بتيجي بتدي قولي مشكلة انا طبيعي عندي صندوق اسمه طريقة التعامل مع المشاكل فانا طبيعي بتقولي المشكلة طبيعي ان انا هدور على حل مهور الست مش عايزة الحل الست لما بتلجأ مثلا لجوزها وبتحكي له مشكلة هي رايحة بتفتفض معي هي بطبيعتها لما بتتعرض لمشكلة بتختار الناس القريبة ليها واللي بتحبها علشان تحكي لهم تاخد رأيهم وبترتاح اكتر لما تفتفض طب و ايه اللي بيحصل لما تفتفض ما اقولهاش حل سيكيت مثلا يعني يسكت راجع يسكت يحاول بقى يحتويها هي دخلة بتحكي له على مشكلة على طول قلها الحل وبعدين سكوتي بقى ومش هنتكلم في الموضوع يعني يسيبها تتكلم يحاول يقولها كلمة تدعمها تسندها مع الوقت حتى لما هي تهدى يبدأ بقى يقول الحل انه كتير جدا تلاقي الراجل قاعدين بنتكلم بنتكلم في كلام مهم بقى وعاديين بنتكلم في حياتنا الحضر والمستقبل وعاديين بنحطط ومرة واحدة انت تروحي دخلة في مشكلة مع ساوسا صاحبتك مثلا او فرح يوم الثلاثة بنلبس في ايه هنا عقل الراجل بيحصل له ارور يعني هو انت دلوقتي كنا فتحين صندوق ومرة واحدة انت دخلت دخلنا صندوق تاني وده برضو احنا لو رجعنا وبصنا لتكوين دماغي الست اصلا هي معندهاش بقى السندق بتاعتنا انتو عندكوا اسلاك وكله مرتبط ببعضه وخلي بالك بقى من نقطة مهمة اوي ودي اللي عايزك تنقشيني فيها هو كل الاسلاك بقى وكل الحاجات المرتبطة ببعض دي الحاجة المسيطرة واللي تتحكم فيهم العاطفة العاطفة والعقل العاطفة اكتر